وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي به العمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكائنات الأوروبية والبدء على الفور في التنصيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص خاصة في القطاع الصناعي جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر وذلك خلال المرحلة المقبلة وكذا متابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشرك المقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل